فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقف ابن الحديث في الحلقة الماضية في ذكر ما شرطه النصارى على أنفسهم للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأتينا على قوله أنهم شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم بلنسوه أو عمامه أو نعلين لا يتشبه النصارى بالمسلمين في ذلك نعم سبق الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد سبق الكلام عن أول هذا الأثر قفنا عند النعلين فلا يلبس المسلم النعال أو لا يلبس النصراني لا يلبس المسلم النعال التي على شكل نعال الكفار وكذلك العكس فالكافر لا يلبس النعال الخاصة بالمسلمين وسبق نماذج من هذا النعال الصرار والسبتية وما يشبه ذلك هو الحاصل أنه يتميز المسلمون عن الكفار حتى في النعال فكيف بغيرها أو فرق شعر أو فرق شعر بحيث أن يصلح شعره على شكل على شكل ما يصلح الكفار شعورهم فإنه بهذا لا يتميز المسلم عن عن الكافر وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه لا يطيب لا يطيب العمل والشكل إلا إذا عند كثير من الناس اليوم إلا إذا كان على شكل ما يفعله الكفار لأنهم ابتلوا بالتشبه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا من الفتنة فليت المسلمون يعتزون بدينهم ويتميزون بشخصيتهم عن التشبه بالكفار وإذا كان عمر رضي الله عنه شرط على أهل الكتاب يتميز بما يفرق بينهم وبين المسلمين فهذا دليل على أكدية هذا الأمر وأنه ليس بالأمر الثانوي نعم ولا نتكلم بكلامهم وهي الرطانة اللغة العربية لغة القرآن وهي لغة العرب وهي لغة شريفة ولغة فيها الوضوح وفيها البلاغة وفيها الجزالة وفيها من الميزات ما تعجز الكتب عن إحصائه ولذلك اختارها الله لغة لكتابه لكتابه الكريم وهو القرآن واختاره لغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ولهذا قال جل وعلا في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فهذا من ميزة هذا القرآن وشرف لهذه الأمة فالمسلم لا يتكلم بغير لغته العربية إلا عند الحاجة إذا احتاج إلى أن يتكلم باللغة الأجنبية فلا بأس بذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم من أجل أن يترجم له لغة اليهود فعند الحاجة لا بأس بذلك أما أن يستعملها المسلم من غير حاجة وإنما هو من باب التمدح وإظهار أنه متعلم فهذا أمر مكروه أقل أحواله الكراهة لأنه من التشبه بهم وهبوط من الأعلى إلى الأدنى نعم إذا كان هذا الشيخ في سياق ما شرطه النصارى على أنفسهم يقولون أن لا نتكلم بكلام المسلمين هذا ألزمهم عمر به ألزمهم لا يتحدثون عربية نعم لا يتحدثون أو في العبارات الخاصة قال فيما شرطوا على أنفسهم ولا نتكلم بكلامهم شرطه النصارى على أنفسهم أن نوقع المسلمين ونقوم لهم ولا نتكلم بكلامهم هم يحكون ما شرطه عمر عليهم يحكون ما شرطه عمر عليهم فهم لا يتخذون لغة المسلمين لغة لهم لأنه ولا المسلمون يتخذوا لغة النصارى لهم وإنما كل له لغته ولا مانع عند الحاجة للترجمة أن يترجم والترجمة هي نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى عند الحاجة